اه عندك اه اه يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعض المجيشن في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضمير وتعبان جدا وحس ان هو بفقد حاجة غالية عليه اه اه يعني مش مرتاح ابدا في اه في بعضكو عن بعض اه للبعض ممكن يكون هو مش يوثيبك او انت اللي مش يوثيبته يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده يوثيب لكن انا شايفة في تفكيره اه يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم انا شايفة هو متقلم اه بشكل كبير قوي وشايفة ان هو اه في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون اه بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكو اللي بعضكو العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعامل فيها سحر اه سحر تفريق لان غير كده انا عندي المجيشن انا شايفة دول اتنين دول جنب بعض كده اه ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتو كنتم متزوجين اه ده هيكون البعض سبع مشكولكم كل حد حدث بطاقته وحدث بنفسه وهو فيه الحاجة دي او لأ اه شايفة في بعض بسبب الطاقة السلبية دي او بسبب تدخل اه طرف تالت بقايا كانت طريقة التدخل وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفة متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي لكن الشخص ده عنده حب ليك وعنده احترام كمان بيحترمك الشخص ده ولو هو كان دخل في علاقة اه فالشخص ده اه هقول لكم الاحتمال التاني برضه لو شخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجهك وزعلان جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفسك فالشخص ده حالين لوحده والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي اه رحة اه بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه لزي دي يعني الطاق الساحب مرحاش بقراطه يعني اه دي حاجة تانية برضو جات على بيلي دلوقتي وانا شايفة شايفة اقتراقة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسك دي اه ده بالنسبة لتفكيره بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة اه الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيه اه فيه بينكو تواصل روحي اه في اه اه فيه مشاعر محتاج الشخص ده محتاج ان هو اه يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه الشخص ده محتاج اه استشفاء بشكل كبير واشايف كبير في المشاعر وتجاهك اه شايفك انك انت بعيدت عنه قوي او بقى ما يعرفش اخبارك اه بشكل دقيق اه شايفك بعيدت يعني ما بقيتش موجود في حياته هقول لكم الابراج والطاقات الموجودة في طرح قبل ما انت شايفة معك برج ستور وبرج الاسد وبرج القوس وبرج اه سور اسد قوس اه اه جوزاء اه دم اه سرطان عزراء حمل اه برج الجابي ازايف برضو اه اه دي الابراج اللي موجودة وبرج الحوت دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة لكن هنا بقى هقول لك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غالبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني طيب اه في مشاعره زي ما قلت هو روج من طاقة سلبية اه شايفة كمان اه في عنده حيرة اه والحيرة دي نسبب باله ازمة ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو اه يلاقي حل يعني في عنده شخص ده اه ازمة في الوقت الحالي قوية جدا اه في عنده حزن بسبب رحيل اه مش عارسة لي حتى برج الجزي انك انت اللي سبته ومشيت بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني لكن شايفك انت سبت الصرف ده ومشيته شخص ده حزين جدا اه وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين ممكن بينك وبين اهلو او بينك وبين اي ان كان الصرف التالت او بين ان هو يرجع او لأ اه شايفة في اشتياء وحنين ليك بشكل كبير قوي اه شايفة في اه اه لو انتو بينكم اطفال اه الشخص ده ممكن يكون مفتقل اطفال ولو انت لمعاك الاطفال في اشتياء كبير ليك كمان وفي تفكير في الذكريات بشكل كبير وفي الشخص ده بيقعد يضعي ربنا كتير قوي انه تتقابلوا او انه اه تكونوا مع بعض اه اه شايفة كده بشكل كبير قوي وممكن كمان يستعين بحد اه في انه يصلح العلاقة اه ما بينكم لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمر بيها او فيه حاجة موقفة اه في الوقت الحي اه ده من ناحية اه مشاعره النوايات جاهك او تجاه العلاقة انا شايفة الشخص ده شايف انه اه في حاجات كتير تهدت او نهارت بينكم اه فيه اه فيه كمان اه ممكن يكون شايفة متجهله اه او انك انت مثلا هديت كل حاجة وبوصي كل حاجة وديت ظهرك اه للعلاقة او للحياة او او لأي انتان الشكل الوضع له بينكم وديت ظهرك ليه وبعدت اه ممكن يكون شايفة كده يعني او انت اكتشفت خيانة في عدية المعبد على اللي فيه او حاجة كده اه شايفة كمان اه في نوايا الشخص ده عايز يتكلم معيك عايز يجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح شخص ده بيشوفك توقع مروح ليه اه بيشوف ان هو مقدرش يستغنى عنك بيشوف انك انت الشخص المناسب ليه اه مفتقدك جدا في حياته فعايز يتكلم معيك اه اه بشكل صريح يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة ده لو السيناريو ده مناسب ده مناسب ليه كوي يعني اه كمان شايفة فيه نوايا الشخص ده يعني فيه حب كبير لك قوي وفيه عايز معك استقرار عايز بعد عن طاقة سلبية او عن اشخاص سلبيين اه اه شايفة كمان اه فيه اه فيه سهلا عندكو طاقة سلبية اه يعني كانت الموجود الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر اه يا برج الزيدي اللي بيعاني من طاقة سلبية فيه عنده طاقة سلبية ولو هو تيبك وراح لطرف فهو معي مربوط بطاقة اه سلبية اه هتلاقوا على القناة في فيديو بتاع اه الفك الطاقة السلبية او التخلص منها او السح موجود ممكن تسمعوها يفيدكو كتير اه الشخص ده فيه عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي ممكن تكون فيه مشاكل كمان مع الطرف الثالث ده ايا كان مين هو اه شايفة فيه عنده ندم واحساس بحصرة واحساس بخسارة واحساس اه بان هو فقد حاجات غالية عليه شايفة فيه عنده الاحساس ده بشكل كبير قوي ومفتقدك جدا اه وشايفة مقيد برضو يعني مقيد في حاجة مش عارف اه يخرج من عنده افكار في علاقتكو انتو الاثنين جميلة اه وعنده كلام عاوز يحكيه معيك وعاوز يقوله لك لكن الشخص ده مربوط ومش قادر اه يعني هو مش قادر حاليا ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة والشخص ده فيه عنده اه في جوه مشاعر كويسة ليك لكن هو في الوقت الحالي اه مش قادر اه مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني لكن هو فيه اه وبيشوفك فرصة كمان يعني هو بيشوفك فرصة اه صعب ان هو اه يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه اه لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بازنات مادية مثلا او كده اه ده للبعض مش نفس الشخص انا بكلمه يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة اه في القراءة اه ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقليم وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقب ده كمان في المشاعر هو تعبه يعني تعبه بشكل كبير اه ده بالنسبة لنواياه اه بالنسبة لخطوة القادمة شخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم صفر اه او انتم من بلاد مختلفة او ايا كان لكن المهم انتم فيه بينكم اه صفر بشكل كبير او ممكن يكون لبعضكم يعني اه شايفة كمان للبعض اه يعني في في خطوته القادمة ممكن هو يفكر في السفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر اه شايفة فيه اه رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او بسبب تدخل اشخاص سواء الطرف تالت ده حد من الاصحاب او اصدقاء حد من الاهل او او زوجة فيه رفض هيحصل شايفة فيه اه لو الطرف التاني ده اللي انت بتعمل معي راجل يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجزي فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج ممكن يكون فيه حياته اه زوجة تانية فعلة والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي ده ده سيناريو ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت بتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي بسبب اه رفض الاهل ده اه شايفة فيه محيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير اه شايفة اه الشخص ده محتار لكن متمسك بيك ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا يعني هو مستني حاجة تحصل اه فجأة اه سوري لو فيه دوشة لو انتوا بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قاعدة جنب البلكونة فسوري يعني لو انتوا بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني اه فشايفة الشخص ده نستني حاجة تحصل فجأة حاجة تحصل من عند ربنا اه 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 وفيه بشرة على فكرة يعني فيه بشرة هتجيلكو ان شاء الله فيه حاجة ممكن اه تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين لنقو اه لازم تخرجوا منطقة اه منطقة سلبية اه بالنسبة لمصير العلاقة اه انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكو يا برج الجزء فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض اه شخص مسلا اه كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة او اه بيتعامل معك بشكل اه اه فيه خصة كده وناديلة ده للبعض منكو طبعا اه وانت بتعمل بلقة على الشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خسيسة او كده او ممكن تكون القراءة عكسية يعني آآ فانت شايفك عامل للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة ثانية وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص آآ فيه عنده ندوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير الشخص ده آآ يعني ممكن قلت انه من ثلاثين لحد وانت طالع بقى آآ لكن هو مش اقل من ثلاثين آآ ده سن تيها آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده قدري حاجة في حاجة تانية كمان آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك وعايز يقدم لك فرصة آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت يعني زي كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بيك او لأ فانا عايز اقول لك ان الشخص ده لو ده السيناريو يعني شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين في كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين بس الشخص ده شوية عنده حيرة بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش او هو سمع او العكس ممكن يكون ده حصل معك انتو انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده آآ لكن انا شايفة في فرصة كبيرة بينكو دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فئات البرج آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العزبين النصيحة بتاعتك آآ آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك انت محتاج تحب نفسك اكتر محتاج تآ آآ تميز نفسك او تكرم نفسك او انك تعرف انك تستحق كل ما هو افضل آآ محتاج انك توازن كمان يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي ممكن تكون بتدي اكتر ممكن تكون بتاخد اكتر آآ آآ فخلي بيلك في موضوع الاخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتمي بيها وتميزها او تدللها آآ بحس انك تلاقي اللي يعمل معك كده لكن ما تستناش ده يحصل من بره الاول آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هادرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك حاجات كتير اوي تكون عملتها وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد لا اعمل كده لنفسك الاول وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك دي انا شايفها بشكل كبير ولبعضكم في النصيحة انت محتاج تستشير حد آآ من اكبر منك او زاوي من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العاطفية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زاي كده لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا بورج الجلس بالنسبة للعازبين ايه جاي في حياتك انت العازبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكم كنت مقيد في علاقة سلاتية بورج الجزي وحاسس ان هي عبقة عليك قوي وحملة ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة آآ الموضوع ده كان بالنسبة لك مسبب لك قزمة كبيرة قوي ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك قزمة كبيرة قوي آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من من الواضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده انت كمان من يا بورج الجلس من الشخصيات اللي بتيجي على نفسك قوي وبتضغط على نفسك وتحيتك ومتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما اتعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها ترفضها ويخليك واثق في نفسك وانك هيجي لك احسن وانك هيجي لك افضل يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي في عندك فرصة عظيمة آآ في عندك تواصل روحي مع شخص وفي عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا بورج الجادي عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغله عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك وقرارات دي هتكون سليمة وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من قول جديد آآ يا بورج الجادي آآ شايفك آآ لو مستني ارتباط انت محتاج تخرج من طاقة آآ تلبية محتاج كمان آآ آآ محتاج استشفاء محتاج قاعدة تعد مع نفسك لكن انت في عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط وفرصة كويسة موجودة عندك هناك عاذبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبورج الجادي ودي تخصتوكو كلكو طبعا وفي عندك قرارات سليمة هتاخدها في الفترة الجاية آآ بعضوكو طبعا اللي مستني حمد او انجاسي حمد وفيه انجاسي سعادة طفل تواق انت على مستوى الشخصي او على آآ مستوى العائل يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون من الثاني حمل او انجاب آآ شايف عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة قوي جاية بورج الجادي بس تحاول تخرج نفسك من اي طاقة تلبية حاول تخرج نفسك لو انت في رافض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله فانت انت بتاخدها من نفسك مش من الاخرين آآ فخلي ده شوية ما يهمكش وكسب الطاقة ايجابية كبيرة وطرد الطاقة التلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية لان انت دخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء على فكرة فيه ماضي سيء انت كنت مقيد فيه آآ بتخرج منه آآ لحاجة افضل انشاء الله ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بنسبة لكم آآ والقراءة انتهت ما تنسوش شكرا